موسيقى مساء الخير العالم ينظر إلى الهند ويريد أن يعرف موقف هذا البلد تجاه ما يحصل في أوكرانيا ولكن الهند لديها موقف مختلف محايد ربما تمسك العصى من النص وتريد علاقة جيدة مع بلايات المتحدة من جهة ومعروسية من جهة أخرى وزير خارجية الهند دكتور جايشان كار موجود في الإمارات في زيارة رسمية سنقابله الليلة نتحدث معه عن علاقات الهندية الغربية العلاقات الهندية الأمريكية العلاقات الهندية أيضا مع العالم الإسلامي ولكن قبل أن ندخل إلى المقابلة تقرير عن من هو دكتور جايشان كار موسيقى 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 أهلا وسهلا بك دكتور جايشان كار إلى أبو دبي أنت وزير شؤون خارجية الهندي وفي زيارة رسمية إلى الإمارات هل بإمكانك أن تطلعنا على هدف هذه الزيارة؟ طبعاً يجب الإشارة إلى أنكم وقعتم اتفاقاً منذ شهور مع الإمارات بشأن تجارة الحرة أو أمر شبيه بذلك هل بإمكانك أن تخبرنا أكثر عن هذا الموضوع؟ أنا في الإمارات إذ نملك علاقة وطيضة ووثيقة معها وهي في ازدهار لكن الهدف المباشر من زيارتي هو المشاركة في اجتماعات ما يدعى باللجنة المشتركة بين الهند والإمارات مع نظير الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد النهيان ولدينا أيضاً حوار استراتيجي قائم على الصعيد الوزاري وبالتالي شاركت في الاجتماع الأول اليوم وسأشارك في الحوار الاستراتيجي غداً ما هو نوع الحوار؟ ماذا يعني الحوار الاستراتيجي؟ الحوار الاستراتيجي هو حين يلتقي وزراء الخارجية وينقشون المشكلات الكبرى في العالم والتعرف على مصالح هذا وذاك والمصالح المشتركة وما هو جيد للعالم وما هو جيد لنا إنها محادثات استراتيجية صريحة ومنفتحة معالي الوزير هل لديكم نفس الرؤية مع الإمارات تجاه المشكلات الدولية وما يحدث في أوكرانيا تحديداً؟ لدينا العديد من المواقف المتشابهة بالطبع كل دولة لديها مصالحها الخاصة وكل منطقة لها منظرها ومع أخذ هذا بعين الاعتبار أعتقد أن لدينا رؤى متشابكة حول العديد من القضايا الكبرى اليوم وطبعاً حين نتحدث فإن هذا جيد بالنسبة لنا جميعاً هل يمكن القول أنكم تتخذون موقفاً محايداً؟ أي أنكم لستم مع روسيا ولستم مع الولايات المتحدة؟ سأصف الأمر بهذا الشكل أعتقد أننا نفعل ما هو جيد حقاً بالنسبة لنا كما أننا نعبر عن رؤيتنا ونتقذ مواقف كما تفعل كثير من دول العالم وهناك رؤى تقول أن هذا النزاع ليس جيداً للعالم وأنه خلق أزمة طاقة حادة وأثار قلقاً عميقاً بشأن الأمن الغذائي إن حدوث هذا النذاع بعد جائحة كوفيد التي أثرت سلباً على العالم زاد من فداحة حالة الاقتصاد العالمي وأحياناً أدى إلى حدوث مشكلات سياسية إذن هناك حالة من القلق العميق في العالم ومخاوف عميقة إلى أين نذهب؟ وماذا يحدث؟ من الواضح أن بعض الدول عبرت عن مواقفها بوضوح أكثر من الأخرى وهذا ما نفعله نعم ولكنكم لا تزالون تشترون النفط والغاز من روسيا ولا تزال لديكم اتفاقيات وتعاون مع الولايات المتحدة إذن هناك توازن نوعاً ما يعني ممكن القول أن دول عدم الانحياز ستجدهر مرة أخرى؟ الكثير من الدول تشتري النفط والغاز من روسيا ومن ضمنها دول أوروبية الناس يشترون النفط والغاز وخاصة بالنسبة للدول منخفضة الدخل مثلنا نحن نشتريه من أي جهة تبيعه أرخص لا يمكن الذهاب إلى سوق النفط بأجندة سياسية بل بأجندة نفطية أما بشأن المنظور السياسي في هذا العالم العديد من المصالح والعديد من الرؤى هناك بعض الدول التي تكون مرتبطة كثيراً بالولايات المتحدة والبعض الآخر يدعم روسيا وهناك دول مستقلة أكثر وكانت تاريخياً مستقلة أعتقد أن العالم مكان متنوع جداً وفي عالم متنوع هناك رؤى متنوع وإذا كنا ديمقراطيين فعلينا أن نحترم هذه الرؤى إذا كنت ديمقراطيين فعلينا أن نحترم هذه الرؤى إذن هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة إنها رسالة إلى العالم وأنا أؤمن حقاً بأنه إذا أردنا أن نكون عادلين ويحترم بعضنا البعض فلا نلحق جميعاً في التعبير عما نفكره تحدثنا عن روسيا والولايات المتحدة ولكن دعنا الآن نتحدث عن ما يسمى بالأمن الغذائي هل لديكم تعاون مع دولة الإمارات؟ وأي نوع من التعاون في هذا الموضوع تحديداً؟ لدينا اليوم مبادلات تجارية مع دولة الإمارات بقيمة 73 مليار دولار لقد ذكرت في بداية هذا الحوار وقلت إنكم وقعتم على التفاقية لقد وقعنا على التفاقية اقتصادية شاملة إنها مثل التفاقية التجارة الحرة مع دولة الإمارات وهي رفعت كثيراً مستوى التبادل التجاري بيننا وأحد أهم جوانب تلك التجارة هو إمدادات الغذاء هناك طبعاً جوانب أخرى مثل الطاقة وبعد ذلك شهدنا وكان ذلك في فبراير من هذا العام وثيقة رؤية وهي اتفاق بين السمو الشيخ محمد ورئيس زراء الهند حيث وضع الخطوط العريضة لعلاقاتنا وكيف هي خطة الحكومتين لتطبيق تلك الرؤية وكان للأمن الغذائي نصيب كبير في تلك الخطة وكيف تطبق في العالم الحقيقي نحن نبحث عن معابر غذائية وذلك باستثمار دولة الإمارات في إنتاج الغذاء بالهند والشركات الإماراتية تنقل الغذاء باستمرار من الهند والشركات الهندية تستجيب لمتطلبات السوق الإماراتية هذه هي كيفية تطبيق الخطة وإذا سمحت لي بشرح هذا في إطار أوسع فإن العالم اليوم يشهد الكثير من الاضطرابات ليس فقط بسبب النزاع في أوكرانيا فقد رأينا كيف اضطربت التجارة العالمية بشدة أثناء جائحة كورونا فإذا كانت هناك دولتان لديهما تاريخ طويل من التواصل بينهما وصداقة وإرادة حسنة وكانت التجارة طبيعية بينهما وتتكاملان من حيث العرض والطلب وفي مجال حساس كالغذاء فهذا يجعل الدولتين مستقرتين هنا يكون هذا التشابك الجيد بينهما على المدى الطويل إذن نحن نسعى لأن ننمي الأمنى الغذائي ليكون أحد أهم أعمدة هذه العلاقة إذن نستطيع أن نقول أن الألية هي مثل المعبر نعم نحن نسميها كذلك هل يمكن للهند أن تلبي احتياجات دولة الإمارات أقصد هنا أن هل يمكن أن تحصل دولة الإمارات على كل ما تحتاجه من الهند في مجال الغذاء؟ الهند تنتج الغذاء لنفسها كما أنها تنتج الغذاء كجزء من صادراتنا نحن نصدر الغذاء ليس إلى الإمارات فقط لكن نحن نصدر الحبوب والسكر ونحن من أكبر مصدر اللحوم يعني معزمها إلى دولة الإمارات؟ لا دولة الإمارات ستحصل على الكثير من الهند ولكن الأخيرة تصدر إلى العديد من الدول ليس فقط إلى الإمارات هناك دول أخرى في الخليج وإلى منطقتنا إلى جنوب شرق أسيا لدى الهند تبادل تجاري بقيمة 670 مليار دولار مع العديد من دول العالم معاليك حين بحثت عن سيراتكم الذاتية إنها مصيرة حقا للأجاب شكرا أنتم كنتم من قبل سفيرا في الولايات المتحدة ثم في الصين والعالم الآن يدور حول الولايات المتحدة وروسية وصين ويقال أيضا أنك تتحدث الروسية تعلمت الروسية حين كنت أدرس إنها أهم ثلاث دول في عالم السياسة اليوم كيف هي علاقتكم اليوم تحديدا مع الولايات المتحدة؟ لدينا علاقة قوية جدا ولكن ابتعدتم عن موقفهم الداعم لأوكرانيا الأمر ببساطة هو يمكن أن تكون لدي علاقة قوية مع دولة ولا ينبغي أن أموافقها في مواقفها في كل القضايا الأمر ليس هكذا كيف هي علاقتكم بالإدارة الأمريكية الحالية؟ كنا في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات بعيدين عن الولايات المتحدة وكانت هناك أسباب كثيرة منذ نهاية التسعينيات أي بدأت أثناء الفترة الثانية من حكم إدارة كلينتون منذ ذلك الوقت كلينتون، جورج بوش، أوباما، ترامب، وبايدن هؤلاء الرؤساء الخمسة كلهم كانوا ملتزمين جدا بتنمية العلاقات الهندية الأمريكية من جانبنا كان رئيس الوزراء فاجباي ثم مامو سينغ والآن مودي وهم أيضا كانوا ملتزمين بهذه العلاقة إذن كانت هناك إدارات عديدة على مدى عشرين عاما أو أكثر إلى اليوم؟ إلى اليوم ألا يشتكون من موقفكم من أوكرانيا؟ لا، لدينا حوارات معهم لا، لدينا حوارات معهم ومحادثات كما قلت، لدينا رؤية وهي بأن النزاع لا يخدم مصلحة أي أحد ولا مصلحة السلام ولا مصلحة المجتمع الدولي نحن نلح على العودة إلى الحوار بالدبلوماسية ونؤمن بأن المخرج هو المفاوضات لماذا يمكن لأي أحد أن يختلف معنا هنا؟ لو حدث تصعيد بين تايوان والصين ربما سيحتاجون إلى موقف أوضح من الهند كيف هي علاقتكم بالصين؟ كما تعلمون، الصين جارتنا العلاقة الاقتصادية مهمة جداً وشهدت العلاقة بيننا نمواً كبيراً بعد 1988 ولكن في 2020 كانت هناك مشكلات خطيرة على حدودنا بسبب انتهاكات للتفاقيات بيننا فالصينيون جلبوا قوات كبيرة إلى مناطق الحدود وللأسف حدث أن ذاك اشتباك وللأسف سقط العديد من القتلى عشرون جندياً من جانبنا قتلوا وذلك الحادث أثر على العلاقة بيننا اليوم نحن نركز أساساً على الجانب السياسي لمحاولة حل التوترات في منطقة الحدود بالطبع لدينا علاقة اقتصادية وبسبب كوفيد هناك ربما تنقلات أقل بين البلدين ولكن لدينا طلاب يدرسون هناك والجيران هم الجيران هذا جيد ولكن بشأن أزمة تايوان ربما سيتم خلق أزمة في تايوان بين الصين والبلايات المتحدة كيف سيكون موقفكم؟ قبل كل شيء في السياسة الخارجية من الصعب جدا التوقع وليس من الحكمة التوقع علينا أن نرى الوضع ليس فقط في تايوان ولكن حادث يمكن أن يقع في العالم من منظورنا ماذا نرى؟ نحن نرى القارة الأسيوية والجميع في القارة يريد التنمية والجميع يريد الازدهار والجميع يريد الاستقرار والأمن إذن المصلحة وهذا ينطبق على معظم دول القارة مصلحة الجميع في الأمن والاستقرار والازدهار والتنمية وجميع الدول ستعبر عن مواقفها لوحدها إذا حدثت اضطرابات ولا أعتقد أنه من الحكمة ذكر موقف بشأن أحداث مستقبلية أفهم معالي الوزير أنكم تريدون الاستقرار ولكن ماذا تتوقعون أن يحدث في تايوان؟ أنا لا أريد المضي في هذا الاتجاه هل تتحدثون عن هذا الموضوع أحيانا؟ مرة أخرى أقول ما نفعله عادة في السياسة الخارجية هو توضيح موقفنا للحديث عن مصالحنا من يتحدث عن ماذا؟ وما هي التوقعات؟ وماذا سنفعل؟ الديبلوماسي الحكيم يعرف حين ينبغي قول شيء وحين ينبغي الصمت وعلاقتكم بروسيا إنها تبدو جيدة جدا؟ إذا كنت تقولين ذلك لا أعني التحليلات تقول ذلك حسناً علاقاتنا بروسيا ليست جيدة جداً اليوم في حسب لقد كانت جيدة لأعوام عديدة وهناك أسباب وجيهة لذلك لدى روسيا تاريخ طويل في دعم الهند بشأن قضايا مهمة جداً لنا ولدينا علاقة عسكرية أمنية طويلة الأمد مع روسيا ولدينا علاقة تمس جوانب حساسة مثل الفضاء والطاقة النووية ولدينا بعض التبادل التجارية مع روسيا لدينا استثمارات هناك ولديهم استثمارات في الهند إنه ليس شيئاً جديداً أو حدث للتو إنه شيء كان يجري على مدى أعوام وأنتم تشترون الآن النفط والغاز الروسي أرخص من أوروبا ومن الولايات المتحدة ومن العالم العربي لا أعرف الأسعار في الدول الأخرى أو السبل المقارنة أود ترح سؤال عن باكستان والعالم الإسلامي إنكم تعلمون أن هناك الكثير من المشكلات السياسية في باكستان وعمران خان ليس في الحكومة الآن ما هو موقفكم دجاه باكستان مع العلم أن كان هناك إشباكات كثيرة على الحدود العام الماضي لم تحدث اشتباكات على الحدود مع باكستان ما حدث لأعوام عديدة هو وجود إرهابيين تدربوا في باكستان ثم أرسلوا عبر الحدود إلى الهند وبالطبع هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لنا إذن القضية الكبرى مع باكستان هي الإرهاب العابر للحدود نريد علاقة جيران طبيعية مع باكستان كما هو الحال مع معظم جيراننا ولكن ينبغي أن تكون العلاقة في جو خالم من التهديد الإرهابي هذه هي القضية الجوهرية التي ينبغي حلها ولكن من جانبنا كنا دائما منفتقين على علاقات جيران طيبة ولكن علاقات الجيران الطيبة لا يمكن أن تكون مع وجود الإرهاب هذا هو موقفنا الثابت السؤال الأخير معالي الوزير بشأن النظام العالمي الجديد هل تعتقدون أن شيئا ما سيحدث في العالم ستكون هناك قوى عديدة في المنطقة وفي العالم أعتقد أن هذا يحدث الآن النظام الجديد الأمر لا يتعلق بكون نظام جديد يحل مكان نظام قديم النظام العالمي سيتطور إلى نظام جديد إذن سيتعايش النظامان لبعض الوقت أقول ستكون هناك استمرارية للنظام القديم بمعنى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن أي النظام القديم أو الولايات المتحدة وروسيا لتني تمثلان النظام القديم هذا سيستمر وسيتغير ولكن صعود الصين في نفس الوقت هو جزء من النظام الجديد وصعود الهند جزء من النظام الجديد وقوى إقليمية أكثر هي جزء من النظام الجديد مجموعة العشرين التي تحل محل مجموعة السبع وأعني بهذا أنها تصبح الكتلة الأهم العالم يتحرك نحو تعدد الأقطاب وتعدد القوى وأعود إلى تلك الكلمة لقد ابتسمت حين قلت دمقراطة أعتقد أن العالم أكثر تنوعا وإذا نظرنا إلى أكبر عشرين اقتصادا في العالم إنها مختلفة عما كان عليه الحال قبل خمسين عاما وإذا نظرنا إلى مناطق العالم وكيف يتوزع التأثير الاقتصادي لقد تغير ذلك أعتقد أن الوضع على الأرض مختلف والمداولات الدولية ستعكس ذلك أنا مقتنع أن الأمر يحدث بالفعل الأمر يحدث وسيظهر بطرق مختلفة ربما اقتصاديا أكثر ثم لاحقا سياسيا وبعض منه أمنيا وبعض منه في الثقافة كل هذا سيعاد توازنه في كل أحوال أمل أن يكون عالما أقل حروبا وبدون كوفيد شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا.